بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسكنا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس لكموا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرجقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يبعو حزبه ليكونوا من أصحاب الشعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن دين له شرور عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويعزل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم خسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتذير سحابا فشطناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة زنعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون الشيئات لهم عناه من شديد ومكر أولئك هو يبوء والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسى ولا ترع إلا بعله وما يعمر من معنى ولا ينقص المؤمن إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عزب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طيلا وتستخرجون حلية من تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا لتأتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يمركون من قطمير إذا تدعوهم لا يشنعوا دعاءكم ولو سمعوا ما اشتجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل صبيل يا أيها الناس أنتم الفقراء أجل الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تجروا أجرة وزر أخرى وإن تدعوا مثقلة إلى حذرها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا طردا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقراموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لأفته وإلى الله النصير وما يشتغي أعناو البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يشتغي الأحياء ولا الأبوات إن الله يسلع من يجاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنين ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نجير ألم تر أن الله أنزل من الشماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الغبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وأراضي بشود ومن الناس والدواب والأنعاب مختلف الألوانه كذلك إن ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم شرا وعلانية شرا وعلانية يرجون كجارة لن تبو ليوفيهم حجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يباريه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا فمنهم بعلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم شابط بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهبهم ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنه الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يفترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي قلنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوطوا فما للظالمين من النصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم حنائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خشارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعدوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله نمشك الشماوات والأرض أن تزولا ولئن جالتا إن ألشكهما من أحد من بعضه إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانه لإن جاءهم نذير ليكون أهدى من إحدى الأمن فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر الشيء ولا يحيط المكر الشيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا شنة الأولين فلن تجد لشنة الله تبقيلا ولن تجد لشنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في الشماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا وما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل المسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا اشتركوا في القناة